افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مسجد آل البيت وذلك بحضور سلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند واستمع رئيس سيسي وسلطان طائفة البهرة بالهند والحضور لآيات من الذكر الحكيم خلال عملية افتتاح المسجد وهذا سلطان مفضل سيف الدين هدية تفكارية لرئيس سيسي ثم قام رئيس سيسي وسلطان مفضل سيف الدين بجولة تفقدية بمسجد السيدة زينب بعد تطويره صفح خلالها بعض الشيخ والعلماء